اشتركوا في القناة اليوم عندنا Arabic and English راح نسوي مقارنة أو نتكلم عن اللغة العربية وأساسها وبعض الملاحظات على اللغة العربية كل اللي يريد من عندك يكون كتابك أمامك والكراسة أمامك أيضا هذا الدرس معاد لطلابي في ثانوية المتفوقين في وسط وأيضا لكل من يتابعنا أهلا وسهلا بك Arabic Today طبعا عندنا جمال أو جميل is going to give a talk on Arabic in his English class جميل راح ينطي يعني يتكلم عن اللغة العربية in his English class في درسه درس اللغة الإنجليزية read his notes اقرأ ملاحظاته and decide what they mean ثم اقرر ما الذي تعني تلك الملاحظات Arabic Today decide طبعا هاي الكلمة decide هذا الفعل decide يقرر Arabic Today يعني العربية اليوم طبعا هاي العلامة هي تقريبا 230 والمختصر million people أوكي يعني 230 يعني مليون من الناس ممكن العدد يكون أكبر حاليا يتكلمون اللغة العربية أوكي طبعا مثل ما تشوفون إنه مختصر هذا الاسلوب اسلوب الاختصار يفيدك أنت أيضا كطالب في كتابة المحاضرات يفيدك من تكون بالكلية ليه اختصار الوقت بذل لا تكتب مليون وتكتبها تكتب M وطبعا كل واحد يقدر يسوي ملاحظاته الخاصة احنا الاختصارات ال LNG هذي اللي هي Language أو إذا خلالها SSR Languages will be very UN United Nation ESP اللي هي Especially فهذا النه بالخصوص هذن الكلمات الموجودة في الملاحظات اللي استخدمها جميل Fifth Language in the World اللغة الخامسة عالميا One of the Official Languages of UN وهي وحدة من اللغات الأوفيشل Official يعني رسمية المعتمدة رسميا من قبل الأمم المتحدة United Nation types of Arabic مثل ما تعرفون احنا الآن باللغة العربية عندنا أنواع يعني من العربية الحالية يعني مثلا على سبيل المثال خنقار النفسنا مثلا في دولة مثل مصر مصر الله جمالتهم تختلف عن الله جمالتنا الله جمالتهم يعني احنا بالعراق لهجتهم يتكلمون مفردات مختلفة عننا مع العلم هما يتكلمون بالعربية الفصحة إذا تكلموا نحن نفهم بعضنا البعض بصورة واضحة فعدنا أنواع من اللغة العربية الآن يقول البلدان العربية قد لا يفهموا أحدهم الآخر dialects اللي هي اللهجات for example طبعا Egypt عندهم اللهجة مالتهم تختلف مثلا على سبيل المثال بالمصري يقول لك زي كقادع زي كقادع زي كراغل بالعربية بالعراقي مثلا شلونك شون صحة مثلا يعني اختلاف كامل وجوهري ف modern standard Arabic in books أكو شي يسموه modern standard Arabic يعني العربية الحديثة العربية المستخدمة هاي اللي تستخدم بالجرائد تستخدم بنشرات الأخبار تستخدم بالمخاطبات الرسمية العربية يسموها modern standard Arabic modern standard Arabic اللي هي العربية الرسمية الحديثة in books with newspapers بالكتب with newspaper on radios اللي هي بالرادو with TV in mosques all over the world اللي هي في أيضا في الجوامي في كل بلدان أو داير مدور العالم all over the world okay هذا الـ type of Arabic اذن ادنا different types of Arabic and we have history what is the history of Arabic language طبعا احنا الـ history مع العربية محفوظ بمن محفوظ بالقرآن الكريم و يعني موجودة لحد الآن النسخة اللي يكتب فيها القرآن الكريم Arabic from سميارك اللي هي السمائية family العائلة السمائية most سميارك languages dead كل هذي اللغات أغلبها يعني انقرضت and يسموها مات dead يعني dead مو معنى انقرضت separate across Europe والتي انتشرت في أوروبا science كلغة العلوم والماث الرياضيات etc الى آخره into France الى الفرنسية Spanish and English especially 800 years ago ما يقارب بالخصوص ما يقارب 800 سنة اللي يعني حوالي 800 سنة انقضت فالعربية يعني مثل ما تعرفون رحت للأندلس بإسبانيا وهكذا بأوروبا انتشرت في ذلك الوقت القرآن القرآن الكريم pure language اللي هي اللغة of holy quran pure يعني النقي الصافي of holy quran very similar to modern Arabic يعني هي مشابهة اللغة الرسمية اللي نستخدم هي مشابهة للغة المستخدمة بالقرآن يعني هذا القرآن يعني ساعد العربية survive يعني عدم يعني survive النجاة وهي عدم انقراض يعني ألف سنة شوفوا كاتبها أيضا مختصرة فهذه الملاحظات اللي كاتبها جميل حتى يلقيها على أصدقائك مسويها على شيك النوتات مجومة كاملة والنوتات انتو أخدتوها طبعا بالثاني متوسط لحد الآن ذكر الموضوع هنا يقول يعني listen and check your ideas what does the teacher asks جمال ما الذي سأله what does the teacher asks جميل sorry ما الذي سأله يعني طبعا هذا المقطع مقطع صوتي وهو section 16 في الكتاب عدكم section 16 طبعا اللي يريد يستمع عليه يروح نهاية الكتاب أو يقرأ هو النهاية الكتاب موجود section 16 وبالتحديد طبعا هو صفحة 120 section 16 طبعا رح نقرأ من عنده شوية بسيط لأن هو الموضوع يعني الأساسيات اللي ريد هي بالقطع بهذه الكلام اللي ذكره جميل وأيضا بالقطع اللي رح جميل سوف أخبركم عن العربية أنا أتكلم العربية وكذلك 230 million people around the world يتكلمون العربية Arabic is the fifth most important language in the world and it's also one of the six official languages of the United Nations there are lots of different types of Arabic يوجد العديد من أنواع المختلفة من اللغة العربية they call dialects إن سمج اللهجات if I listen to some people from Egypt speaking Arabic I might not understand them إذا يعني أنصدتوا لبعض الناس من المصر يتكلمون العربية I might not understand them قد أكون لا أفهمهم but we can all speak to each other in modern standard Arabic ولكننا ممكن أن نتكلم لبعضنا in modern standard Arabic this is the type of Arabic you see وهذا النوع من العربية you see in books and newspapers تلقاب الكتب وليل newspapers you hear it on TV وتستمع إليه في التلفاز on radios وراديو and in موسك في الجوامع in many different countries في العديد من البلدان Arabic has a very long history تاريخ العربية وتاريخ طويل it is part of the semiotic family ويقصد بها العائلة السامية most other languages in this group are now dead but not Arabic in fact lots of words in Europe languages come from Arabic ولا يقول في الحقيقة الكثير من الكلمات في أوروبا تأتي من اللغة التي أتت من اللغة العربية especially words in science and maths خاصة الكلمات المستخدمة في العلوم والرياضيات English borough lots of words from Arabic around 800 years ago لقد استعارت الإنجليزية العديد من الكلمات العربية بحوالي ما يقارب قبل 800 سنة هذا هو المقطع المهمة التي سأل عنه One important reason why Arabic has survived is the Quran يعني واحد من الأسباب الذي ساعد على بقاء العربية ومحافظتها على شكلها وعدم تغيرها ولم تمتي عن اللغة هو القرآن الكريم اللغة هي جدا نقية وليست مختلفة اللغة هي جدا نقية وليست مختلفة تماما عن اللغة العربية الحديثة التي نتكلمها في الوقت الحاضر تساعدت العربية على البقاء لألاف السنين و أحسنت صنعا أي واحد عند أسئلة نو ما هي الكلمات الإنجليزية التي أتت من العربية جواب جميل عديد من الكلمات تس سوفا راكت و كتن هاي الكلمات جايات من اللغة العربية تي جواب جميل هذا يعني مفاجئ و هاي الكلمات نستخدمها كثيرا هاي الكلمات نستخدمها كثيرا يعني تعجب في هذا الطرح اللي طرحها جميل عن اللغة العربية طبعا هنا بنفس الصفحة إذا نزلنا جوا عزيزي إن شاء الله تكون مملية من الدرس خليك منتبهوا يا لأن هذه القضعة أيضا مهمة وراح تجينا تمارين عليها في الكراس لماذا هناك كثيرا 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 مع معلومات المقالة هنا طبعا رح يسألنا يقول جميل is doing some research about English رح يسوي دراسة عن اللغة الإنجليزية research بحث read the article اقرأ المقالة then do exercise A C in the activity book بعدين من تسويها سوينا التمرين A و C في كتاب النشاط خلونا نبدأ why are there so many words with similar meaning in English لماذا يوجد العديد من الكلمات ذات المعنى similar meaning المتشابه in English why don't we have two words why sorry why do we have two words لماذا لدينا طبعا هذه القطعة شكلها حتى بالكتاب يعني ما أعرف يعني مو واضح why يقول why do we have two words sick and ill ليش عندنا كلمتين المريض أو sick و ill that look that look very different but both means not very well اللي هي يعني look very different يعني شكلها الكتابي مختلف تماما ولكن الكنمتين تعني ليس جيدا طبعا هنا سؤال why is a reply also an answer لماذا يعني الجواب جواب أيضا لماذا ذني الكلمتين نفس الشيء and why are there weddings and marriages why there are weddings and marriages in English لماذا يوجد زواج وزواج في اللغة الإنجليزية the answer lies in the history of Britain يقول الانسر الجواب هو في تاريخ بريطانيا زين Old English شوفوا مثل ما تشوفون الكتابة شو مكتوبة بشكل باريغرافات هسا هذي مقدمة هنا رح يدخل بالموضوع أوكي يقول المشكلة وين تكمن تكمن في التاريخ تاريخ بريطانيا العظمى Old English was very different language from English we know today اللغة الإنجليزية القديمة كانت was very different language from English we know today من اللغة الإنجليزية التي نعرفها الآن it include words brought to England by Anglo-Saxons and Vikings هذا النقباء Anglo-Saxons and Vikings كانوا هم يعني احتلوا بريطانيا The Anglo-Saxons The Anglo-Saxons brought their language with them هم هذول جابوا لغتهم وياهم بها تاريخ in the fifth century في القرن الخامس The Vikings اللي هم الفايكن اجوا وراهم invaded in ninth century يعني invaded in the ninth century غزوا بريطانيا في القرن التاسع and brought more words و جابوا كلماتهم وياهم مثل العراق يعني من كان العراق الأتراك هواي كلمات انضافت و من جاء الفرس أيضا انضافوا كلمات وتشوف يعني This mixture of languages was first written down in the tenth century يقول هذا الخليط was first written down كتبة في القرن العاشر The same thing happened after اللي هو 1066 و نفس الشيء حدث مرة أخرى في الالف وستة وستين When the Normans عندما جاءوا النورمانين invaded Britain غزوا بريطانيا They brought the French language جابوا اللغة الفرنسية and this added more words to the mixture وهذا ضاف كلمات جديدة إلى الخليط الأصلا هو موجود Close for shot إغلاق لإغلاق desire for wish desire يعني هي رغبة ووش أيضا and liberty for freedom والحرية والفريدم أوكي الحرية اثنين يعني liberty تحرر أيضا تجي over time يعني في مرور الوقت the pairs of words يعني الكلمات المتزاق يعني خنا نقول أزواج الكلمات of words or synonyms أو هي synonyms synonyms يسموها المرادفات started to have very small differences in meaning بدأت يعني يكون لها اختلافا قليل في المعنى In fact في الحقيقة It is almost impossible to find two words that mean exactly the same thing نوم من المستحيل طبعا في الحقيقة أن تجد يعني كلمتين لهم نفس المعنى المتطابق exact meaning exactly the same thing one word one word in a pair كلمة في زوجين of synonym is usually more formal or more specific than the other يعني واحدة من الكلمات المرادفة قد تكون أكثر خنا نسميها رسمية formal or more specific أو أكثر دكة than the other the example sentences in dictionaries will help you decide if you can use either word or if you must choose one يقول كلمة الجمل in the dictionaries في القواميس will help you سوف تساعد وكا decide على أن تقرر if you can use either word أن تستخدم إحدى الكلمتين or أو if you must choose one أو أنت يعني كان يجب عليك أن تختار واحدة أوكي هذه بالنسبة للقطعة طبعا بالكتاب بالنشاط الآن أنقلك لغاد عزيز الطالب إلى ذلك المكان اللي فيه حل الدروس وهو صفحة 16 طبعا هنا منطينا عدة كلمات أنا راح أحل اثنين من عدهم والبقية أنت تحلهم كواجب بيتي إلك read articles or article on student's book page 12 and mark the sentences true or false وعلمنا ياهن بترو or false خلني نشوف أول جملة English does not have many words with similar meaning English القول الإنجليزية does not have many words with similar meaning English does not have what do you think does English have or it doesn't have what do you think I think it's false بكوز إحنا هسا قرأنا أن الإنجليزية has يعني many words with similar meanings the English language has changed a lot over time يقول إن إنجليزية تغيرت خلال الوقت that's true صحيح هي تغيرت people first wrote in English in the 19th century الناس كتبوا في القرن التاسع عشر شو تقولون صحيح لو مو صحيح إذا مو صحيح لو صحيح إرجع للقطعة وشوف شرحنا عندما وصل إلى القبائل people stop using Anglo-Saxon words الناس توقفوا عن استخدام كلمات Anglo-Saxon وطبعا هذا الشو في الحال ترجع له The Normans invaded the Britain in 1966 هذا التاريخ اللي هو يقول النورمان غزوا بريطانيا The Normans approach German words to English جابوا يقول النورمان جابوا كلمات German هذا الحتي أو الكرام صحيح جابوا جرمان هما الماني أغلب الكلمات اللي هي متشابهة والمرادفات تحمل exactly the same meaning وهذا قلنا الشي أنت تختار بعد عليك الأجوبة إن شاء الله نشوفهم بالدرس The second sentence So it means the same as the first Use a word from the box each time طبعا يريد من عندنا نكمل الجمل هذي ونستخدم chair اللي هو كرسي sick مريض close اللي هو مغلق replied اللي هو يرود marriage and wish طبعا هسا أخذناهن كلمات وشرحناهن وانطينا معانيهن No one answered my question هنا No one replied to my question Their weddings was two years ago There was two years ago طبعا تختار واحدة من الكلمات اللي هنا Number three Is this seat taking Can I sit on this هلا أستطيع أن أجلس على هذا seat وشنو مراد في السيت Don't forget to shut the door Please The door تخلي هنا واحد من الكلمات هذي He didn't come to school because he was ill He didn't come to school because he was Her greatest desire is to become يعني أعلى رغباتها أن تكون an artist Her greatest is to become an artist أوكي فأيضا تختارنا الجواب الصحيح وهذا جزء من واجبك البيت يا عزيز طالب حتى تحله هنا وصلنا للتمرين الأخير اللي هو التمرينين الأخير اللي هو بصفحة يعني صفحة 17 اللي يتكلم عن يعني أيضا عن نفس الموضوع match words with their intonums intonums هي المرادف العفو المعاكس وليس المرادف يعني كلمة وضد مالتها اللي مثلا عندنا dead عكس alive alive official اللي هي رسمي يكون unofficial different اللي هو مختلف modern اللي هو يعني متحذر يعني عصري pure اللي هو نقي فاريد الحلول مالتن من عدكم كواجب بيتي أيضا find information about Arabic جد المعلومات عن العربية when was Arabic written for the first time متى دونت الكتاب العربية لأول مرة وهذا أيضا جزء من واجبكم find language that has related to Arabic جد الكلمات التي هي من العائلة العائلة اللغة العربية and find three more English words that come from Arabic واجد لن أجد يعني ثلاثة كلمات انجليزية جاءت من اللغة العربية هذا نهاية الدرس التاسع أتمنى يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم لا تنسونا باللايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى نستمر إياكم إن شاء الله وإلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله وحفظه